من الجبهات إلى الشوارع يحملون أوجاعهم وهم القضية هذا ما بات عليه حال جرح مدينة تعز الواقعين تحت قصوة الجراحات وهي تنهش أجسادهم وإهمال الجهات الرسمية أن تقاتل في صف البلاد ودفاعا عنها ثم يتم التنكر لجراحاتك لهو أسوأ من الموت نفسه هذا ما تقوله ملامح هؤلاء المكسورة آمالهم يجوبون الشوارع بعضهم بلا أقدام يقفون احتجاجا على ما يلاقونه من تسويف ويشير بيان وقفتهم الاحتجاجية إلى استمرار التصعيد السلمي للمطالبة بحقوقهم واعتماد مخصصاتهم المالية أسوة بزملائهم في بقية المحافظات المحررة وضرورة الاهتمام بالجرحة العالقين في الخارج وأمام إصرارهم يوجه رئيس الوزراء معين عبد الملك باعتماد خمسمائة مليون ريال بشكل عاجل باسم معالجة الجرحة لكن الحديث عن التوجيهات مع كثرتها لم يعد مصدر بهجة وأمل حقيقيا لهؤلاء الذين تضاعفت جراحاتهم وهم ينتظرون تنفيذ التوجيهات السابقة التي تحولت إلى سراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر